شوفوا بقى على الجانب الاخر من النهر اردوغان قام بي في تركيا بانشاء صندوق سيادي زي الصندوق السيادي بتاع مصر بس الفرق ان الصندوق السيادي بتاع مصر رأس ماله 200 مليار جنيه مصر هما رأس مالهم 200 مليار دولار ده تركيا لكن الغريب انه هذا الصندوق اللي فيه 200 مليار دولار المفروض ان فيه حد يرقصه وحد يديره بشكل زي مصر ما عملت تبقى للقوانين الدولية تبقى للاصول الدولية بلاش القوانين الدولية اردوغان اصدر قرار ونشر في الجريدة الرسمية زي ما قالت رويترز ونصب الرئيس التركي رجب اردوغان نفسه رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادية في تركيا وفقا زي ما قلت قالت رويترز والمشكلة كمان والكارثة والمصيبة انه تضمن القرار ايضا تعيين صهر اردوغان اللي هو وزير المالية اللي هو جوز اسماء بنته اللي هو براءة البيرق نائبا لرئيس الصندوق وظافر سنوميز ده مديرا تنفيذيا للصندوق ده مديرا تنفيذيا للصندوق وظافر سنوميز